أهلا بكم أسعيد بحجة رئيسا للبرلمان الجديد أمام ثلاثة مترشحين لأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري ولأول مرة أيضا تم اختيار الرجل الثالث في الدولة عن طريق الاقتراع عوضا عن رفع الأيدي كما جرت العادة أول جلسة برلمانية كانت ساخنة بمشاهد تؤشر لمرحلة جديدة من العمل البرلماني وقبل ساعات تم تعيين الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون خلفا لعبد الملك سلال الذي روج الكثير لاستمراره في الحكومة سلال غادر وبقي الدور على هوية الطاقم الوزاري الجديد الذي تترقب طبق سياسي ظهوره أي نقلة سيحدثها وزير له تجربة في تسيير مشاكل الشماعية حساسة هل ستكون حكومة دون إسلاميين بعد رفض حمص أم ستعوض بشخصيات من التيار الإسلامي لإحداث التوازن هل نترقب وزراء شباب أم وزراء ذو خبرة لتسيير المرحلة المقبلة؟ لماذا رفضت حمص المشاركة؟ هل بإمكان المعارضة مواجهة المولاد داخل البرلمان بعد المساحة الواسعة التي منحها التعديل الدستوري الجديد؟ أسئلة أخرى نترق إليها بتحليل والنقاش في عدد اليوم من برنامجكم كل شيء سياسي مع ضيوفي السيد دكتور كمال ميدا عضو المكتب السياسي لحزب تجمع أمل جزائر أهلا وسهلا بك أهلا بك وكذلك السيد شنين سليمان قيادي في حزب البناء الوطني أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا بكم أهلا بضيفي الكريمين إذن كالعادة وقبل البدء في نقاشنا نعرض أو تعرض علينا سارة مشونتال أهم ما ميز مجريات تنصيب رئيس المجلس الجديد ثم نعود بداية ساخن عرفتها جلسة تنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني تنفس على منصب الرئاسة البرلمانية كان على أشدها بين الموالات والمعارضة ما يؤكد أن البرلمان الجديد ليس كسبقه من حيث التشكيل والمستوات جلسة للتنصيب الرسمي وإثبات العضوية مع انتخاب الرئيس الجديد عبر الصندوق وليس رفع الأيدي ولأول مرة رئيس من بين أربعة مترشحين سيقود هيئة شريعية تنتظرها ملفات ساخنة وأبرزها التصديق على نظام الداخلي الجديد الذي يحمل تدبير دستورية جديدة تفرض انضباط أكبر في العمل النيابي نواب الأففاس يغادرون الجلسة والمعارضة تطلب من السعيد بحج الانسحاب من رئاسة الجلسة باعتباره مرشح والأخير يستجيب مشاهد تؤشر لعهدة برلمانية متميزة خمسة وثلاثون تشكيل سياسية منها ثلاثة تحالفات عدد معتبر من النواب الأحرار الذين أصبحوا يشكلون القوة السياسية الرابعة داخل مبنى زيغود يوسف مختصر تركيبة برلماني 2017 سعيد بحج المدعم من الأرندي وتجمع أمل الجزائر الحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري بالإضافة إلى شركائهم السياسيين رئيساً للمجلس الشعبي الوطني بأغلبية صاحقة بعد حصول مرشح تحالف حمس والتغيير إسماعيل ميمون على 47 صوتان والاخدر بن خلاف عن تحالف العدلة والنهضة والبناء على 17 صوتان ومرشح الأرسدين وروالي على عشرة أصوات مترشح بأسم جبهة تحرير الوطني بادغة إن شاء الله مجاهد مناضل معروف ليعطي صورة تال حزب كحزب سعيد بحجة فإننا في حزب تاج قررنا الرسمي أننا ندعم مرشح جبهة تحرير الوطني الأخ المجاهد سعيد بحجة عدة برلمانية ثامنة معالم توجهتها الكبرى اتضحت ستشهد بالتأكيد بعض تجذبات بين الموالات والمعارضة إن كانت الغلبة العددية لأحزاب الموالات بادية للعيانة من خلال ضفارها بقربة ثلوتين عدد المقاعد بثلاثمائة مقعد تقريبا بين الأفلان الأرندي وشركائهما دون احتساب النواب الأحرار الذين قد يلتحقوا بصف الموالات فإن الجبهة النيابية للمعارضة المستفيدة من حقوق دستورية جديدة هي متقلة بأوزان فاعلة في الصحة على غرار حزب العمال تحالف والنهضة والعدلة والبناء جبهة القوى الاشتراكية واتحاد حمس والتغيير تحالفات سياسية أو برلمانية باتت أمر حطمي لمواجهة الأغلبية نواب شباب 119 امرأة 79 رجل أعمال وانواب من مستوى تعليم عال من بينهم عمداء جامعات والستدى باحثين يشكلون قوة اقتراح لكن ملفات تقيلة وحوارات ساخنة تنتظرهم خاصة وتتزامن العهدى مع التحضير لاستحقاقات محلية ثم انتخابات رئاسية مقررة بعد أقل من سنتين نصب المجلس وجاء الدور على الحكومة هل سيستمر عبد المالك سلال في منصبها أم سيتم تعيين شخصية بدلها هل سيكون من حزب الأفلان أم من خارجها هل ستكون فوسي فسائية أم تخضع لنتائج تشريعيات الرابع مايا كيف سيتم تعويض رفض حمس تساؤلات طرحت مباشرة بعد انتهاء الجلسة البرلمانية قصر الدكتور سعدان فتح أبوابها والجميع يترقب حدوط مفاجأة بشخصيات جديدة بينما يتوجس آخرون خيفة من عودة نفس الوجوه لم يكن من جديد أبدأ معكم سيد ميدا سعيد بوحجة رئيسا للبرلمان ما تعليقكم ألا يوجد أحسن من سعيد بوحجة مع أن كل أحزاب كانت تتغنى بتشبيب خلال الحملة الانتخابية نعم ونحن في تجمع أم الجزائر كنا ندعو إلى التشبيب ودعونا للتشبيب ورشحنا شباب والحمد لله في الجلسة الافتتاحية كان العنصر الشاب أيوب شرائطية كان مصير للجلسة لأنه من الشابين الأصغر في البرلمان نحن في تجمع أم الجزائر زكينا ودعمنا المجاهد سعيد بوحجة الاختيار الأول يرجع للأغلبية اللي اختارت جبهة تحرير الوطني اختارت سعيد بوحجة ونحن دعمناه تماشيا مع التوجه العام للأغلبية وطبعا منصب رئيس برلمان يحتاج إلى خصائص معينة لأنه هو الرجل الثالث في الدولة وفيه مواصفات معينة لتسيير المرحلة القادمة نعم والسيد بوحجة تعاملنا معه سابقا وله خصائص جيدة جدا أهمها أنه رجل حوار رجل تعامل يعني مع الرفاقاء ومع المنافسين ومع الخصوم عنده تجربة لبس بها في حكمنا نحن في تجمع أم الجزائر ولهذا مشينا معه ودعمناه وزكي تموت طيب معك سيد شنين ماذا تنتظرون من رئيس البرلمان الجديد؟ ننتظر منه كثير ولكن هي مرة أخرى فرصة تضيعها السلطة في طاء رسائل للمجتمع لطمئنته وتأكيد واسترجاع ثقته السلطة تأبى إلا أن تستمر في تأزيم أزمة تمثيل السياسي شعب أكثر من 75% شباب وأغلب من يتقدموا للمسؤوليات يتجاوزون السبعين عاما رامانا لسنا ضد شؤوخ ولكن على السلطان تدرك بأن استدراك ثقة واستجراع الثقة يكمن في ردم هذه الهوة من خلال إعطاء فرصة حقيقية للشباب سمعنا كثيرا على تسليم المشعر لكن يبدو أن هذا المشعر ما هو موجود وهذا الناس اللي سيسلمون المشعر لذلك لا يسلمون يعني لازم حتى العامل البيولوجي ينتهي لذلك نقول بأن هذه فرصة أخرى غيرتها السلطة في تأكيد على أن المؤسسة البرلمية يمكن أن أعلم من خلال الموجوه التي كانت موجودة كان بالإمكان البحث على بدائل في السن هذا لا يطعن في قدرات ولا إمكانيات سعيد بحجة ولا مؤهلاته في تسيير هذه الجلسة ولكن هو إفراز إفراز ونتيجة طبيعية لسلوك السلطة في التعامل مع الشعب هذا السلوك للأسف الشديد يجعلنا نقلق كثيرا على مستقبل البلاد نخلي هذه الرسائل التي بلغتها انتخابات ربع مائي 2017 من عزوف سياسي ورقة ملغات ونسبة المطاطعة الكبرى أنها لم تفهمها السلطة فهما جيدا وتتعامل معها التعامل اللازم به سنفسل في هذه نقطة أعود إليك سيد ميداء أربعة مترشيحين ربما الأول مرة في تاريخ المجلس الشعبية الوطني ما قرأتكم؟ هل هو تفتح من طرف السلطة التي تلسقت بها عديد الصفات كالتزوير والانفرادية وغيرها هل يعبر هذا حقيقة أن البرلمان سيكون عكس سابقه ومنفتح على كل الاحتمالات هذا قانون داخلي معتمد منذ سنوات يعني عهد سابقة إذا كان متارشح واحد فيتم تزكية هذا المتارشح بيرفع الأيدي إذا كان أكثر من متارشح واحد فيلجأ إلى التصويت عبر صندوق الاختراع السري في هذه الانتخابات بعض أحزاب المعارضة ارتاءت أنها ترشح كل واحد دالها مبرر في تصريحاتهم على الأقل وش قالوا قال أحد قال لهم من أجل باش نبينوا بركينا ديمقراطية وبالإمكان أن هذا هو واحد اللي نحرجه السلطة إلى خيره هذه آرة المهم النظام الداخلي للمجلس هو يحدد هذه الطريقة الكيفية مدام كان أكثر من زوج متارشحين تمت عملية ديمقراطية وتوضحت للعيان لتشكيلة الأغلبية وخيارات الأقلية أو المعارضة نعم سيد شنين هل لكم رأي آخر؟ وطبعا هو أولا هي فيها عدة رسائل الرسالة المهمة أن الصندوق يعتبر أداة وسيلة من وسائل التعبير عن ديمقراطية وبالتالي اختيار ترشيح أطراف المنافسين للمرشح حزاب الموالات وفي هذه الرسالة بأنه يجب أن ننهي هذه عهد التزكية وعهد الأفع الأيدي وهذه صور حزب الواحد لحقيقة يعني صور حزب الواحد يجب أن تنتهي وتختفي من الممارسة الديمقراطية نحن في مرحلة تعددية بما فيها من تشويه بما فيها من اعتراضات الصندوق علامة من علامات تقدم إلا أنه للأسف شديد المعارضة بدورها بيّنت أنها ليست بذلك الرشد الكبير لم تستطع أن تقدم مرشحا واحدا تغلبت الآن الحزبية على الأحزاب بغض النظر حتى بما فيهم هذه الآن الحزبية لا تخدم مصلحة البلد لا تخدم أكيد هذه المعنى لا يخدم الديمقراطية لا يخدم طبيعة المرحلة تمر بها البلد نتمنى أن المعارضة تحاول أن تجتمع تجتمع على حدود الدنيا كان بالإمكان أن يكون موقف في حدوده الدنيا لكن للأسف شديد هذا التشذم لا يخدم الجزائر لا يخدم المرحلة لا يخدم أحزاب المعارضة بذاتها ولكن في العموم الصورة التي قدمت أنه بإمكاننا نصنع ديمقراطية وبإمكاننا نتنافس هذه المرة في 2017 تنافست بجزء من طبعا مع الإكرهات الموجودة يعني بعض الأحزاب بالموالات أصدقائنا وعزاز علينا وإحبابنا لازم النائب يحاسب بالوراق الأخرى يعني لا يوجد حتى ثقة في النائب لكي يختار اختيار الصندوق ولكن مع ذلك نقول أن هذه الممارسة الديمقراطية مهمة جدا وهي تعطي المصداقية أكثر للرئيس المنتخب وتعطيه قدرة على وهامش واسع في تسيير ملفات المرحلة والعهدة البرلمانية وتمكنه كذلك من أنه رغم المنافسة ولكن التعاون بالإمكان أن يكون نتنافس ديمقراطيا عبر الصندوق وبعد الصندوق كل الناس تتعامل مع من أخير فرزته النتائج رغم أن المنطق العددي هذا رهو مشكك فيه المنطق العددي الموجود لا يخدم ولكن في عموميا أعتقد أنه مشهد كما قلت أنت من أول مرة حدث في تاريخ الموارسة سيد ميدا هل هي بوادر الإنفتاح السياسي ربما كما سابق وأشار سيد شنين أنه الأول مرة أيضا على غير العادة تم الاقتراع وليس تصويت برفع الأيدي أنا أكد برك النقطة أولا هذه مش هي جديدة القانون يسمح بذلك الدستور جاءت نعم ولكن لم تطبق سابقا نظام الداخلي حتى في العهد السابقة إذا كان أكثر من مترشح يلجأ إلى هذا ولوجه المترشح الأول والثاني أقل من 50% تتم اللجوء إلى دور ثاني لاختيار الرئيس ولهذا هذه في التصور أصلا موجودة قانونيا الآن جاء ظرف كين مترشحين متعددين ثلاث مترشحين من أطراف ثلاثة ترشحت حاجة جيدة وحتى بعض الاستفاف اللي تم جيد معناها حزب يدعم مترشح هذا من المعارضة حزب يدعم هذا المترشح من المولات حزب يدعم مترشح الآخر من المعارضة وهكذا جيدة حتى كمذكر الأستاذ معناها فيه ديمقراطية نعم فيه صورة ديمقراطية ونأكد بصحة ديمقراطية موجودة في القوانين أصلا نحن في الممارسة وفي الناس التقدم للترشح حاجة جديدة على الأقل الناس قبلت أن تترشح وقبلت نتيجة الصندوق ولو تكون نتيجة تكون ضعفة بصحة ما عليش المهم أنه تترشح وبالنسبة لنا كأغلبية توضح حتى قيمة الأغلبية اللي رهيهم مع برنامج رئيس الجمهورية وليمدى عمال المرشح السائد سيد شنين أعود إليك كنت خلال إجابتك أشرت إلى أنه ربما على غير العادة تم تصويت كما لمحت أنه يعطي شرعية أكثر لرئيس الجديد لو عدنا إلى مجريات العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس كيف يمكن وصف مجريات هذه العملية لا عمو بأن المجريات كانت بشكل طبيعي قللت من التشنجات التي كانت في العهدات السابقة خففت من حدة التوتر داخل البرلمان خلت العلاقة سيابية مريحة بين النواب بمختلف توجهاتهم اللجوء للصندوق دوما أسلوب حضاري نتمنى أنه يكرس في أرض الواقع رغم أن الأحزاب أو جزء مهم الأحزاب المعارضة تطعن حتى في مصداقية الانتخابات المرة الماضية وتقول بأن هذه الانتخابات انسابها كثير من التشويهات وهذا التشويه الذي وقع في الانتخاب لا يعني أننا في ديمقراطية حقيقية ولا يعني أننا نقلنا العمل الديمقراطي إلى البرلمان بشكل جاد نقلنا صورة أننا بإمكاننا كجزائريين نلجأ للصندوق ويمكن أن لا نطعن في الصندوق ويمكن أن نعتبر نتائج الصندوق إذا لم تتدخل عوام الأخرى سيد رئيس البرلمان سي سعيد بو حجة بممارسته بتاع البارح بتأكدوا بأن النواب يعطيوا أصواتهم أو المجموعة معها مشاه فيها بشفافية لو مشات الانتخابات على المستوى في ربع عام بنفس الشكل لكن حتى واحد ما طعن في الانتخابات حتى واحد ما الصندوق يريح الجميع يريح السلطة ويرح المعارضة الصندوق أسلوب حضاري الصندوق يعيد الأمل للجزائريين بإمكانية التغيير السلمي الرسالة عن بارح باللي قادرين في المستقبل في 2022 أو في 2022 أو بعدها أو قبلها أن نمارس حقوقنا بشكل ديمقراطي مثلنا مثل باقي الشعوب ما مارسوش الوصاية على الشعب الشعب راه ناضج الشباب ناضجين هذه الوصاية هي اللي وصلتنا لهذه الأزمات هذه الوصاية هي اللي وصلتنا لهذا الفشل المتكرر هذه الوصاية هي اللي وصلتنا إلى هذا الحالة من اليأس التي تنتاب الشارع الجزائري. نحن لا نتمنى أن تستمر. نتمنى أن تكون هذه الرسالة التي تبلغت في جلسة أمس للبرلمان. أن تستوعبها السلطة مرة أخرى. ويستوعبها رئيس الوزراء. سأعود إليك سيد شنين. سيد ميدا. نعود ربما لعدم ترشيح حزب تجمع أمل الجزائر لشاب شخصية شابة من حزبكم. مع أن الحزب كان من بين. كما سبق وذكرت أن الحزب كان من بين الأحزب التي تمسكت بمبدأ التشبيب. سؤال لماذا؟ إلى متى تواصلون دعمكم لأحزب أخرى دون الأخذ بزمام المبادرة؟ نحن لدينا زمام المبادرة. حتى الطرح التي نترح فيها في تجمع أمل الجزائر للتشبيب. لا نترحوش به مهم السن وخلاص. نترحو براء التشبيب. دائما لدينا شباب المرأة الكفاءة. كفاءات. هذا مجموع وعمليا رئيس الكتلة البرلمانية الذي تم اختياره هو شاب. معناها غير وعود ولا غير مجرد بش نكسبه الأصوات تعالنا خيبين. أنا عمليا رئيس الكتلة البرلمانية ممكن هو ثاني أصغر واحد ولا ثلاث أصغر واحد في الكتلة البرلمانية. واختيرا لي أنه شاب ولكن لي أنه كفاء. عنده تجربة قادر يؤدي دورك للمهمة اللي خاصة به وهو رئيس كتلة برلمانية. لهذا معناها كل مهمة لها الشخصية المناسبة. الموضوع التشبيب هو في كل الأمور. ولكن كل منصب له خصائص. يعني الشباب لم يبلغوا بعد ربما المسؤول المطلوب لرئاسة مجلس. رئيس كتلة لم يحدث في تاريخ الجزائر أن يكون رئيس كتلة أقل من ربعين سنة. نحن الآن ندلنا رئيس كتلة شاب أقل من ربعين سنة. رشحنا شاب عمره 26 سنة أشرفها على الجلسة الافتتاحية للبرلمان. معناها هذه أمور عملية. وهكذا معناها ما يجبش تنيه التطرف في أي شيء. نجو للموضوع الشباب. معناها قال قاع الناس الأخرين يروحوا يبقوا غير لـ 20 سيزون و25 و30 لا لا. ما هو هذا التصوير. طيب سنعود سنعود للنقاش وفصل قصير مشاهدين ونواصل. أهلا بكم من جديد. أنتقل إليك سيد شنين. شككتم في الانتخابات. شككتم في النتائج. وقدمتم أو رشحتم لخضر بن خلاف كرئيس للبرلمان. برلمان مزور حسبكم. هل من تفسير ألا يعتبروا هذا تناقض؟ لن موش تناقض. والتعامل مع السلطة الواقع السلطة الأمر الواقع لا يعني أن نرفض السلطة الأمر الواقع. ونحن دوما نقول أن نتعامل مع شرعية منقوصة أو معطوبة أفضل من لا شرعية. نفضل العمل مع طبعا نحن لا ندعو إلى أن تذهب البلد إلى المجهور. نحن لا ندعو إلى أن تكون سياسة الاستمرار عدم وجود أي نوع من أنواع الشرعية. فهذا أمر مرفوض. رفضا مطلقا. وبالتالي لا ندعو لإسقاط النظام. ولا نرغب في إسقاط النظام. ولا نتمنى أن يسقط النظام في هذه المرحلة. نتمنى أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي. وخاصة الناس الفاشلين عليهم أن يذهبوا وأن يتعدوا عن تسيير ملفات الدولة. ولكن بالمقابل نتعامل مع أمر الواقع. وهذا وجود منطق سياسي نسير فيه منذ زمن. ونتعامل مع هذا الأمر بشكل واضح. نقول بأن الانتخابات الماضية في 4 ماي سابها كثير من تضخيم في أرقام سواء في نسبة المشاركة أو في غيرها. وانعكس على النتائج النهائية الانتخابات. ولا أعتقد بأن هذا الأمر يخفى على البعض. بعضهم قدم هذا باسم مصلحة الدولة. وبعضهم قدم هذا بمررات أخرى. ولكن مع ذلك نتعامل مع سياسة الأمر الواقع. ونريد أن نبلغ رسالة. نحن ترشحنا برسالة واحدة أن تعددية أمر مفيد. كنا نتمنى أن تكون معارضة في صف واحد. ولكن طريقة التي سيرت بعض الأحزاب بطريقة ترشح. جعل من لا نترك الأمر هكذا. في هذا الإطار لماذا لم تتمكن المعارضة من إجماع على شخص واحد لترشحه؟ الخلافات بين المعارضة موجودة. مثل الخلافات بين المعارضة والسلطة. ليس لواحد يخب يقول أن المعارضة متفاهمة ومتناهية. لا. هنا عدة خلافات. جزء منها طبيعة الحزبية وحكم الحزبية بهذا الشكل. نحتاجين إلى وقت حتى تتناسى هذه الأحزاب خلافاتها ومشاكلها. ما نحن من الناس الذين نبرر واقع مرير للأسف الشديد. نقول نرفضوه. نقول أنه لازم يستمر. ولكنه واقع مثل ومثل آخر. مثل ومثل أول. وابن مع ذلك نحن نتمنى أن المعارضة تحاول تجتهد. ليس فقط المعارضة. نقول المرحلة التي تمر بها الجزائر تحتاج إلى تعاون بين كل أطراف. وهذا التعاون تحتاج إلى رسائل ثقة متبادلة بين كل أطراف. البلد الجزائر تحتاج السلطة وحزاب الموالات وحزاب المعارضة وعليهم أن يتعاونوا لأن لقدر الله لو حدث أي شيء مكروه لبلدنا كل الناس ستضرر. ولا يحدث ذلك من خلال مساعي حقيقية في تمتين الجبهة الداخلية وتمتين الجبهة الداخلية هي الجزائريين قاعد نجمعهم ونحاول نشوف العوام المشتركة فيما بينهم. سيد ميدا هنا نتحدث عن نشاط البرلمان الذي التسقت به سمة رفع الأيدي وشغور المقاعد لعدة عهدات. هل تتوقعون هذه المرة برلمان أكثر حيوية ويقوم بالدورة المنطبة حقيقة؟ أولا ذكرتنا في المقدمة بأن البرلمان هذا جاي في إطار الدستور الجديد. الدستور الجديد يفتح مجال جديد للمعارضة لم يكن قبل في القوانين السابقة دستير السابقة وأيضا ضبط نقاط مهمة ضبط تجوال السياسي وضبط أيضا موضوع الحضور في الجلسات البرلمان ولهذا من المرتقب أنه يكون في النظام الداخلي للبرلمان الجديد ضبط أكثر لموضوع الحضور ضبط أكثر للتمثيل الكتل ضبط أكثر لمكان أكثر للمعارضة خلال الجلسات وخلال شهرين بنا هناك يمكن فتح نقاش عام في مواضيع تطلبهم المعارضة وهكذا من هذا معنا أكيد هذا البرلمان ستكون له حيوية أكثر من البرلمان السابقة وسيكون فيه نقاش أكثر جدية لأنه كان آليات جديدة إضافة للآليات القديمة في موضوع الرقابة من الأسئلة الشفاوية والأسئلة الكتابية إلى آخره فيه آليات جديدة لممكن تسمح للنقاش وتلاقح الأفكار بكل الأطراف الموجودة في البرلمان أنها تتقدم أكثر للأمم هذا ما يسبو إليه المشرع في الدستور أنه هذه ستعطي إضافة كبيرة للبلد وستقرب الأفكار والطروحات والآراء بين الجزائريين يعني موثري الجزائريين في المؤسسة البرلمانية طيب سيد شنين رئيس المجلس الشعبي الجديد الذي انتخب أمس شدد خلال كلمتها الافتتاحية على ضرورة العودة للدور الحقيقي للبرلمان وممارسة الرقابة الشعبية خصوصا ممارسة الرقابة الشعبية على الحكومة هل تتوقعون حدوث ذلك وهذا الجديد ربما الجديد خطاب الثقة التي منحها النواب لرئيس الشعب الوطني أكد على هذه الأدوار وهذه رسالة جيدة نتمنى أنها تمارس مشكلة النواب السابقين لم يكن ميؤدي هذا الضور ولكن طريقة التعامل الحكومة مع أشكال الرقابة المتعارفة عليها سواء بالسؤال الشفو والكتابي كانت تتعامل معها بشكل من الاستهانة والإهانة لأنه حتى من ناحية القانونية لم تكن بهذا الشكل الإلزامي الموجود عليه على المستوى الدستوري نتمنى أن الحكومة الحالية الحكومة الجيدة تتعامل مع العهد العهد البرلمانية بعد إصلاحات دستور 2016 أنها تتعامل بجدية مع اهتمامات النواب ونتمنى كذلك أن حتى نواب الموالات تبتعد عنهم فكرة أن هذا حزبي وهذا وزير من عندي وهذا وزير صاحبي صاحبنا بعد الله سبحانه وتعالى صاحبنا الشعب لا نقدر نخدمه دولة نخاف ونصل يوم الأيام انتخابات بلا شعب الشعب عندما يرى النواب متعاونين في تقديم الرقابة هي إجابة على تساؤلات المواطنين الرقابة هي إنهاء للمشاكل الكبرى التي يعاني منها المواطنين الرقابة هي مثلا الرقابة على المال العام هي تتنهي مشكلة الفساد الموجود لما النواب البرلمان بمختلف توجهاتهم يدركوا أن هذه هم واهتمام وتصبح إرادة سياسية حقيقية في محاربة الفساد لن يكون هناك فساد بهذا الشكل لا يوجد في مفاصل الدولة المختلفة لذلك نعتقد بأن موضوع الرقابة من قضايا المهمة جدا وكذلك الدور النيابي في التواصل مع المواطنين من خلال أولا استمرار تقديم اهتمامات الناس وخاصة المشاكل الاجتماعية مشاكل الناس تتوقعون حدود ذلك أكيد في كتل برلمان ستقدم ذلك ويكون هذا نوع من أنواع الإحراج والتنافس في هذا فليتنافس المتنافسون لما يكون كتلة نواب تشتغل مع المواطنين بشكل دائم تقدم مشاكلهم للمسؤولين تحل مشاكلهم بعض المؤسسات المنتخبة وقدموا ضوور مهم في خدمة الناس والناس كافؤون بالأصوات هذا المعنى يكون حاضر في ذهن النواب يكون حاضر عند الكتلة البرلمية بمختلفهم وثم بعد ذلك نحن هنا في مرحلة جديدة مرحلة تعيينات درونك أشوف يا درام يا الخدمة مع الشعب درام هذه لازم تتوقف لأن فكرة درام هي اللي تشري الأصوات هي اللي تدير الحاملات فكرة فساد لو كانت إرادة سياسية لمحاربة الفساد لكان بعض النواب ما يتلعوش أصلا لكن للأسف شهد هذه الإرادة ليس متوفرة إذن فلنتوجه للشعب نخدم هذا الشعب خدمة الشعب هي في النهاية أعتقد أنها شرف للناس مش إنساني يخدم بالمنة ولا بالمزية مدام توليت هذا المنصب يفترض أنك تكون قد تقدم الخدمة اللازمة لهؤلاء المواطنين ومواطنات في كل ربوع الوطن هي المسؤولية مشتركة سيد شنين المسؤولية مشتركة وعلى النواب أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم مسؤوليتهم كبيرة مسؤولية أخلاقية دستورية وقانونية ثم بعد ذلك أخلاقية وسياسية يعني أنت قدمت حمل انتخابية بالتزامات متعددة ثم بعد ذلك تختفي بخمس سنوات لا يراكم وهذا هو المشكل المطروح سنعود إليه سيد ميدا نتحدث هنا عن دعمكم أمس لمرشح الأفلان يعني هل هو مؤشر على إمكانية التحالفكم مع الأفلان والأرندي يعني هل هذا يعني يمكن تأويله إلى تشكيل قوة برلمانية تم أصلا شيء يمكن تم تم التحالف الاتفاق في إطار وهذا ما مصرح بها معناها الأحزاب المداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية في إطار يعني عن المستوى البرلمان التنسيق الجماعي حول كل القوانين التي يجيبها الحكومة وعلى ما يطرح من إنشغالات ومن برامج ومقترحات على مستوى البرلمان سيد شنين خلينا نكملك في الموضوع دور النائب وتصور النائب الأخير نحن بالأمس أو الأمس تم عقد اللقاء للكتلة البرلمانية مع السيد الدكتور عمر غول رئيس الحزب من أهم التوجيهات التي يقدمها هو أنه النائب ما يغير رقم لها تفتاع النائب ما يغير سكنها مش يجي أنتو خيبها في ولاية معين يجي يذكر العاصمة ويخلي الشعب الذي يتخبه النائب لا بد أن يفتح المداومة في الولاية النائب لا بد أن يبقى في احتكاك مستمر مع المواطنين أو الأخر لأنها جزء من الأسباب التي خلت الناس لا تشارك في الانتخابات هو أنه مثال النائب هذا لا تشارك لا تشارك لا لأنه يشوف ينتخب واحد يروح للعاصمة وانتهى وبعد خمس سنين يجي في حملات خبية وممكن نروح مزيش يرجع كامل ولهذا التوجيهات وطبعا القوانين التي جاءت جديدة هي كلها تدفع نحو أنه النائب مدام حذيت بثيقة الشعب لازم تكون في مستواها ولازم تؤديها خلال الخمس سنوات كاملة تتحمل المسؤولية ومشي إلا في المواعيد الانتخابية تظهر للمواطنين والله يريد كل النواب وكل التشكيلات تشدد على هذا الشيء لأنه حقيقة المواطن إضافة ما يمكن يكون في القوانين من فرض هذا الأمور نحن على مستوى الحزب دار تعاهد بالالتزام بهذا الأمور وستكون حتى إجراءات عقابية لكل من لا يلتزم بهذا التعليمات وهذه التوجيهات سيد شنين بعد تحالفكم مع النهضة ووجب الله خلال الانتخابات مع من ستتحالفون داخل قبة البرلمان مع كل ستكون تحالفات موضوعية بمعنى أن لما يطرح الموضوع ممكن نتحالف مع أحزاب السلطة في موضوع يهم البلاد ممكن نتحالف مع أحزاب المعارضة في موضوع يختلف عليه في الرؤية وفق الحاجة وفق الظرف وفق الموضوع المطروح لا نحن نصنفين الناس لازم نجي ضدك أننا نريد أن نخدم بلدنا وأي واحد يبذل جهد أو مبادرة أو يقدم مشروع أو نحن لما نقدم مشروع نتمنى أن نجد التعاون نفسه مع كل القوى التي تريد نريد خيرا لشعبنا ولأمتنا ولوطنين هذا التحالف قلناه منهار الأول هذا التحالف للوطن لا تشميش تحالف الأحزاب مدام هو تحالف للوطن يعني يمد يده للتعاون في البلود للتحالف بأننا نمد يدنا للتعاون مع الجميع وبالتالي سوف لن سوف لن نحتكر التحالف على المعارضة من أجل المعارضة لأنه هذا نرفضه هذا سلوك غير سلوك يعني لا 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 أخلاقي ولا حتى يتماشى مع ظروف البلد التي تمر بها سنتعاون مع الجميع وسنمد يدنا للتعاون مع الجميع وسنحرص كل الحرص على أن تكون مبادراتنا مبادرات جامعة ليست مبادرات مفرقة ومبادرات الجامعات تحتاج الجزائر بمس الحاجة طبعا لما يجي قوانين تمس بالشعب مش رح مش رح يلقان الحكومة معها أكيد يعني مثلا إذا ما زال مسرين على تكرار قانون المالية بالشكل الحالي ولا مسرين على الزيادة في نحن مقبلي في هذا الإطار سيد شنين هل سيواصل نوابكم فقط طرح للأسئلة وفقتك أهم نشاط في برلمان كمجارة العادة سيغيرون سياسة برلمانية برلمان الحالي يسمح القانون الجديد يسمح لنواب المعارضة بتجميع عدد من النواب لتقديم مشاريع قانون مشاريع قانون ولكن في نفس الوقت على الحكومة أن تسمع المعارضة يعني مثلا أنت يجي واحد كيمة تعصدها القاز يجي على أبواب رمضان أبواب الصيف يقدم ملايين من الزابوني يحب يعاقبهم لأنهم ما دفعوش وش من خلق هذا وش من سلوك يعني إذا الدولة هذه مش رحمة بشعبها يعني أنت معها ما تخير غير سيدنا رمضان باش تقطع في العواشر تقطع للناس تقولهم باللي راك ما خلصتوش قاع العام غايب ووجيك هادليامات كاين بعض السلوكات مستحيل باش يلقاني معها في الحكومة حتى وكن متحالف معاك أنا نرى أنك غير تحمل في الحكومة المسؤولية لأنه لسير يا أختي العزيزة ليس أنا نسير ليس أنا اللي نعطي الأوامر للإدارة أنا نقدم رأي نقدم فكر نقدم مشروع نقدم قوانين ومقترحات لو نكون أنا سير هو محقوبة شي لسير اللي سير في الدولة اللي هو اللي رأي مشرف على التسير هو اللي قادر يعاقب هذا الإنسان اللي يعاود يرفت انتباهه يبعده عن المساس بقضايا حساسة داخل المجتمع مساحة دستور منح مساحة وسعة للمعارضة بدون تسير يعني المعارضة تقوله أنت يقدم ورقا وتهضر واسأل وهذا هو حدود صلاحية المتاح عليك لكن اللي يسير هو ليتحمل مسؤولية النجاح وفشل إذا نجح نقول له بارك الله ولكن إذا فشل لازم نقول له فشلت وإذا لا قدر الله ماشي في سياسة تضر بمصالح الناس ومصالح المواطنين هذا الطريق ما توصلش وعلينا أن نكون قدر ما نستطاع الصوت العاقل المتعقل بداعي إلى تجنب هذه الأخطاء والمخاطر طيب سأعود إليك سيد سيد ميدا كيف تتوقعون تشكيلة حكومة عبد المجيد تبون بعد رفض حمس المشاركة الموضوع هو في السحام عروف وكان أحزاب أوردت عليها وافقت على المشاركة وكان أحزاب أخرى رفضت المشاركة فطبعا الأحزاب المشاركة هي اللي ستشكل الحكومة وباختيار سيد تبون كرئيس كوزير أول للحكومة هذه الجديدة سيتم هذا الأمر تبقى لما هو موجود في الدستور الجزائري وبالأعراف السياسية في كل الدول معناها ماشي حاجة جديدة طيب سيد شنين هل لك نفس الرأي فيما يتعلق بتشكيلات حكومة تبون أولا سيعد المجيد تبون إطار من إطارات الدولة الجزائرية اللي يخدم في الجماعات المحلية وخدم في وزارة السكن وخدم في وزارة الاتصال عنده هذا السيفي اللي يعرف مشاكل الجزائريين عنده جوانب إيجابية في التسيير ربما في التسيير وميلة في السكن أعتقد بأنه ساهم بشكل كبير طبعا بتوجيهات الرئيس وباستغلال البحبوحة وحتى وكانت البحبوحة عند الناس خلالين كانت ممكن ما تمشيش الحالة وبعث الأمل في إمكانية أن يحصل الجزائر على السكن من قبل هذا الأمل كان مفقود صحيح كانت نقائص في تسيير القطاع ولكن في النهاية بعث أمل في تسيير هذا الميلة حتى لما استلم وزارة التجارة بالنيابة حل كثير من مشاكل بقرارات جيدة نتمنى له أنه يمشي في هذا الاتجاه في اتجاه أنه يتخندق دائما على بعث أمل للناس بإمكانية النجاح في اتخاذ قرارات تهم الناس وخاصة هو مشافي في التجارة ومشافي في أهم المشاكل القطاع التعامل الجزائريين هي السكن والقدرة والقدرة الشرائية يعني هذا الملفين يدركهم بتفاصيلهم نتمنى له النجاح ولكن في نفس الوقت قبل أن تكون للفكرة فقط سيد شنين نذهب إلى فاصل ونعود تحية مجددا نواصل سيد شنين فيما يتعلق تشكيلة حكومة تبون أشرت إلى أن سيد عبد المجيد تبون كان قد حقيقة تنسير ملابفات جد مهمة بالنسبة للمجتمع الجزائري فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة يعني باقي للوزارات الأخرى أولا هو رسالة ثانية نزيد نأكد رسالة رسالة أن كل انطباع الذي أعطاه سلال للأسف شريد لبعض المتحاورين معه في دكتور سعدان أنه مستمر وتغيير تغيير تغيير سلال وتبون أن الرئاسة رأت هذه المرحلات وليس يقدر يقنع شركاء في الالتحاق بالحكومة وليس يقدر يمثل برنامج الرئيس ونتمنى أن سياسة بن مجيد يقدر يقنع قوى مختلفة من التيارات المختلفة في الساحة الجزائرية بشيقن حالي المشاركة لأن نحن محتاجين إلى تمتين الجبهة الداخلية محتاجين إلى تشكيل الجدار الوطني والحكومة أحد المؤسسات المهمة في تشكيل الجدار الوطني محتاجين إلى مواجهة المخاطر المحدقة بالبلد لتدولها خطاب الرئيس في كم من مناسبة وكم من محطة وبالتالي تعطى له الفرصة وخاصة أن رسالة إيجاد هذا الرجل من الزوايا منطقة البيض أضرار هذه منطقة كانت رسالة مهمة تحتاج إلى فهم من الشركاء السياسي وتحتاج كذلك إلى أن يبلورها في أرض الواقع نتمنى أن تكون الشراكة حقيقية مش شراكة فيما ما ضاب بمعنى أن المجيل الأحزاب تجيب من أجل مشاركة في البرنامج حتى هذه فكرة البرنامج الرئيس هذه ليست فكرة لأن المتغيرات التي وقعت في البلاد متغيرات كثيرة يعني رئيس كان دائر برنامج على سعر بوترول في المرحلة الأخيرة تغيب الشيء كثير السؤال المطروح هل كل الأحزاب على استعداد للخوص في هذا الشيء نعود هنا مثلا إلى قرار مجلس شورى حمص بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة الذي أثار الكثير من الجادة الوسط الحركة وخارجها ربما قبل التطرق إلى هذا النقطة بالذات نتابع هذا التقرير الذي أعدته زميل عقل قسمي ثم نعود للنقاش أثارت مسألة المشاركة من عدمها في الحكومة الجديدة جدلاً واسعاً داخل حركة حمص بعدما لوح رئيسها عبد الرزاق مقرب الأزدقالة حال وفق مجلس الشورى على المشاركة في وقت بدل فيه غريمه أبو جرى سلطاني وعدد آخر من القيادات محاولات حثيثة لإقناع أعضاء مجلس الشورى بالتصويت لصالحي الانضمام منعرج سياسي في حمص يكشف عن تصدع داخلي نحو 190 عضوا صوتوا في مجلس الشورى بالرفض من أصل 208 وتسع مع المشاركة فيما امتنع عشرة آخرون عن التصويت قرار والرفض جاء بعد تلقي الحركة عرضاً من الوزير الأول عبد المالك سلام وحسب ما تم تسريبه فإن حمص تلقت أربع حقائب نزارية رأت فقرروا بل عدم المشاركة في الحكومة بشكل واضح وضيين تحالف حركة مجتمع السلم الذي ذم حزب جبهة التغيير حصل على 34 مقعداً في تشريعيات رابع ماي ليصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد حزبي الأفلان والأرندي الأفلان الذي تفاجأ برفض حمص المشاركة في الحكومة الآن جاءتني مفاجأة اللي رفضوا المشاركة في الحكومة أبو جرى الذي استقال من حمص عقب قرار مجلسي الشورى تراجع عن استقالته أما عبد المجيد من نصرى الطرف الآخر من الاتحاد وشريك حمص رغبته كانت كبيرة في دخول الحكومة إلا أن موقف مجلسي الشورى غير كل المعطيات وتراجع الرجل عن المشاركة وقدل الاتحاد على التشتد وفق مقربيها التيار الإسلامي بزعامة عبد الرزاق مقرية تجه نحو قيادة المعارضة في البلاد بعد تصدع تنسيقية ما يسمى مزفران وانهزام الأحزاب المعارضة في تشريعيات الرابعين فهل هو ذكاء السياسي أم تسرع قد يجعل حمص تندم على قرارتها ونبدأ من حيث انتهت زميل عاقلة قسمي أبدأ معك سيد ميدا قرار مجلس شورى حمص بعدم الانضمام إلى الحكومة المقبلة هل هو ذكاء السياسي أم تسرع مجهول العواقب في رأيك في رأيك هذا شأن داخلي وهم أحرار فيما اختاروا وعندهم تقديراتهم التي اتخذوها فنحن كحزب جياسي تجمع أم الجزائر نتفهم موقفهم ولا نعلق عليه وسيد شنين نعم فيما يتعلق بعدم انضمام حمص للحكومة هو شوفي حزب لما يتخذ قراره في العدم المشاركة هذا يهم مناظره ويهم إطاراته ولكن نقوله هنا في المستوى العام أن الأزمة التي تعرفها البلاد بحاجة إداء تمثيل داخل مختلف الطيارات طيار الإسلامي جزء منه أكيد حمص لستطيار الإسلامي حمص جزء فصيد من طيار الإسلامي من حق نتتخذ القرار لمعطايات حزبية داخلية وربما قراءة لقيادتها للواقع ولكن الأكيد بالنسبة لي أقل في حركة البناء الوطني نرى بأن المسعى توسيع قاعدة الحكم مسعى نبيل على الحكومة أن تتجه فيه حتى وإن تخلت بعض الأطراف عن هذا المسعى نعتقد بأن الأزمة للتواجه للجزائر محتاجة إلى بناء جدار الوطن كنا داخل هذا الجدار أو لم نكن سندعمه لأنه مصلحة وطنية حقيقية لا نقبل باستمرار تهديد أو هذه الهشاشة في الأداء داخل النظام تحتاج هذه الهشاشة إلى أن تدعم من كل أطراف حتى لا نقول إلى المصير المجهول ما هيش قضية حزبية ما هيش قضية شخصية مش قضايا تعتنافس بيننا وبين الآخرين هي قضايا نبحث فيها على استمرار الدولة على تجنيب البلاد كثير من المخاطر على إبعاد البلاد من الفشل السياسي نحن مصارنا مرجعيتنا ترتكز إن أريدوا الإصلاحة ما استطعت ألا تنتظرون دعوة للمشاركة في الحكومة لم يهمناش هذا الدعوة لم يهمناش لم يهمناش لم يجينا ولكن يهمناش أن ننبه السلطة القائمة بأن إقصاء الطيار الإسلامي سواء عبر شخصيات أو عبر أحزاب له ما بعده ولذلك وعدم عدم احتكار هذا التمثيل لأي كان نحرص على أن يكون طيار الإسلامي موجود وندعم هذا التوجه كنا فيه أم لا نكون فيه هذا المعنى أعتقد بأنه مصلحة وطنية حقيقية واضحة بالنسبة لنا وأعتقد أن كثير من الأطراف داخل داخل نظام يدركون هذا المعنى وهذه الرسالة طيب تنتظرون دعوة للمشاركة أم لا بصراح أنا قلت لك لم يهمناش ومش إحنا اللي نستجدي ولا نقول ننتظروا دعوة موش محل اهتمامنا محل اهتمامنا أنا عاود أن أقول لك كما كنت نتكلم عن النوا ما زل نتكلم معكم محل اهتمامنا يا الناس اللي يركب تحكموا في البلاد ما تقسلوش طيار الإسلامي فصيل من فصائل طيار الإسلامي رفض طيار الإسلامي فيه شخصيات وطنية فيه شخصيات وطنية كبيرة فيه شخصيات وطنية كبيرة في حال تم توجيه الدعوة تشاركون ما يهمش هذه المشكلة طيب برادية فقط ما عليش الأختاني نقول لك هذا الأهم في المسعى في الاتجاه وأننا نرغب أن تكون هناك حكومة فيها توافق فيها تمثيل تنهي ولو بشكل جزئي على أزمة التمثيل السياسي هذا الذي يهمنا أما بعد قضية نشاركهم ونشاركوش أعتقد هذا يرجع المؤسسات توافق بحضوركم أم بغير حضوركم توافق المهم أن تكون تيارات موجودة نحن ندعمه حتى وما نكونوش ندعمه حتى يعني كيف نعرف بليرام دخله مجموعة من ناس داخل تيار الإسلامي داخل الحكومة سندعمه طيب سيد ميدا هل كنتم تنتظرون أو تتوقعون مغادرة سلال والسلام عبد المجيد تبول للوزارة الأولى نحن لا ندخل في هذه التوقعات يعني كحزب سياسي كان دستور يقول بأنه بعدما تنتهي الانتخابات والإعلان نتائج التنصيب البرلمان يجي وجوبا أن الحكومة تقدم الاستقالة التحى لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية أن يختار شخصية أخرى أو يعيد الثقة في الشخصية الأولى نحن عملنا مع سي عبد المالك سلال وشجعناه ودعمناه وحتى رئيس الجمهورية في البيان التعيين سيد تبون تكليف سيد تبون قدم التهاني على الأداء المهام التي قدمها سلال خلال المراحل الماضية وطاقمه للحكومي كما رحبنا بتعيين سيد المجيد تبون كوزير أول وندعمه في أداء مهامه ونشجعه على ذلك ونراه بأنه بتجربته وبرصيده الكبير خاصة في طلاعه على الواقع المحلي حيث أنه كان مسؤول تولى مهام لا تولى مهام حتى الجماعات لا لا قبلها تولى الجماعات المحلية وكان والي في عدة ولايات فهذه كلها رسيد شخصية مطلعة على الواقع المعيش للمواطن وفي الحكومات الأخيرة تولى مهام مهمة وهي تطلعات مواطنين في موضوع السكن ثم في موضوع التجارة ولهذا نحن في تجمع أمالجزائر نستبشر خير بهذا التعيين بناتعيين كفاءة جزائرية ورئيس الجمهورية لا يوجد بزاف من قلده وسام الجمهورية وسام الأشير ولا الأشير الأثير فهذه حاجة يعني دليل أن الإنسان الناجح يمكن أن أنه يصل وهذا ما ندعمه نحن نفتج معهم الجزائر بأنه الذي يخدم لا بد أن يكافأ والذي يغلط ولا لا يقدر يخدم سواء وزراء أو ولاة أو مسؤولين محليين إلى آخره كيف كيف معنى لزم الكفاءة هي التي تدعم وتشجع بغض النظر على السن وبغض النظر على الكفاءة والشجاع والمخفق يأخذ مكانه سيد شنين كنتم أيضا تتوقعون مغادرة سلال والسلام عبد المجيد تبون للوزارة الأولى لا للأسف الشديد الانطباع الذي أعطاه السلام خلال التواصل وأنه مستمر وأعتقد أن الساحة تشكلت به الجزائر لا يوجد غير سلال ما فيها هذا المفيد هذا المهم للجزائريين طيب سيد شنين بلغنا أنكم عقدتم اجتماعا ثلاثيا بين أعضاء الاتحاد لدراسة قرار المشاركة من عدمه وكان ذلك خلال مشاورات سلة لرغم أن الدعوة كما سبقا وقلت لم توجه لكم حول ماذا أجمعتم لا نحن 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 حول المشاركة لقاء الاندار حول الاتحاد في تقييم الانتخابات وفي مسارات الانتخابات المستقبلية وتشكلت لجان الاستمرار التحذير لمؤتمرات الاتحاد وتأصيلها على مستوى الفكري على مستوى التربوي الدعوي وغيرها من الوثائق المشاركة السياسية أعتقد أنه لا نلزم الاتحاد بقرار واحد كل واحد عنده قناعة لهذه المرحلة وقد تختلف القناعات في هذا الاتجاه ولكن لا نلزم برأي أو قناعة أي طرف تستمر في الحوارات ستستمر هذا الموضوع للنقاش ولكن في حركة البناء الوطني نبانيين رؤيتنا وستراتيجيتنا أن المشاركة السياسية أمر مهم وضرورة وقضية ملحة في بناء الدولة الجزائرية في هذا الظروف التي تمر بها الدولة نعتقد هذا وما زلنا لا ننغيوهاش من أجل هذه قضية بالنسبة لها قضية وطن ليس قضية حزبية ولا قضية يعني قضية الوطنية لا تزول بتحالفات حزبية وما تمحيهاش أو لا يكون تنازل لمصلحة أحزاب من أجل مصلحة وطنية كبيرة ورحة حاولنا نختصر فقط لذيق الوقت تعود إليك سيد ميدا كيف تتوقعون تشكيلة حكومة تبون يعني هل تتوقعون أو تترقبون حكومة جديدة على جميع المستويات من ناحية التركيبة والمستوى وربما الوجوه الجديدة مثل ما أشار يعني توقع الله وأعلم ما سيحدث ولكن المطلوب المطلوب هو دائما أننا كيف نستجيب التطلعات للشعب كيف أن تثمين الناجحين وتتشجيحهم ماذا والذي أخفق أو القطاعات لم يمشي لا بد أنها تحتاج إلى الدمكية جديدة يعني هذا هو ما هي بدل كلش ما هي خلي كلش الفكرة الأساسية هي القطاع الذي راهو ماشي يدعم ويثبت القطاع الذي فيه اختلالات وفيه ثغرات يحتاج إلى مراجعة بالعموم طيب أحود إليك سيد شنين ربما في هذا الإطار بالذات كنت أشرت إلى دعيت إلى تجديد الوزوح أنا أتمنى بشكل واضح بأن الحكومة تعرف تغييرات حقيقية وجدة أتمنى بشكل واضح أنه هذه الأصوات المزيدة واحد يقول لك أنا نعرف ماكرون واحد يقول لك أنا نروح لداره واحد يقول لك ماذا بينا هذا الوجوه ما زيدي وش نشوفوها في الوزارة الحالة الجديدة هذا الناس اللي للأسف الشديد ما فشلوا في قطاعاتهم يظلوا يكذبوا على الشعب راهوا كائن كذار راهوا كائن كذار ماذا بينا ما نشوفوهاش داخل الحكومة الجديدة يعني الحكومة القادمة نتمنى أن تعطي رسالة تعثيقها من جديد هل تترقبون حكومة جديدة؟ نترقب جزء منها تأكيد رح يكون فيها جديدة ولكن نتمنى أنها تأخذ مواصفات تعكفاءات تعقدورات جديدة تعطي رسالة الشعب طمأنة يعني ما نحملوش المؤسسات الأمنية تبعات الجبهة الاجتماعية لازم الحكومة تتحمل الشق السياسي في طمأنة الشعب باش ما تكونش اكتجاجات اجتماعية كبيرة شفنا المسيرة الأخيرة هذه غلقتنا العاصمة هذا وستالف واحد لقدر الله ينضو وحش حالا واحد هذا باش ما ينضوش لازم نقدموهم وجوه تقنعهم تقنعهم في الخيطاب تقنعهم في الممارسات تقنعهم في السياسات باش ما يعينش يخرج اما نجدو نحملو مؤسسات الأمنية دور انه يحمي الوطن ويحمي سيد شنين فقط لذيق الوقت هل ستقبلون المشاركة في الحكومة يعني هل وضعتم شروط معينة للمشاركة في الحكومة هل تنتظرون حقائب محددة انا ما تنتظرش مني اجابة على هذا الموضوع لانه مش مصلاحياتي باش نجاوبك واحدة اثنين اللي يهمنا هو المسعى العام باتجاه العام هذا اللي يهم لو كانوا عندهم نختزلوها كما هناك توجد قضية حزبية وهذه القضية حزبية في هذا الجو علينا انه سيد الدان قابل انه يشارك في الحكومة لا من حق الدان ولا من حق شنين ولا من حق اي واحد باش يقبله ولا ما يقبلش الحق هذا يتملكون مؤسسات الحركة ولكن مؤسسات الحركة تبصم على التعاون تبصم على توسيع قائلة الحكومة تبصم على على الاسراع في تشكيل الجدار الوطني تبصم على على عدم اقصاء اي تيار من الحكومة القادمة هذه بصمة للوطن ومش للحزب طيب ولا لأشخاص الحزب طيب سيد ميدا اعود ربما للحديث عن عن عدم مشاركة حمص او رفض حمص للمشاركة في في الحكومة في رأيك الاسباب اسباب رفضها الذي ربما هذا العرض كان لا ينتظره الكثير من الحركة حتى مقر خلال الحملة ابدأ استعداد للانضمام للحكومة ما الذي تغير سيد ميدا انتم كنتم هذه اسألة ما هو انما لا اجيب على سؤال كما يعني ما التغير ما عنديش حركة حمص وعلى علم ربما بما يدور لا لست على علم بما يدور في حركة حمص ويبقى انهم عندهم مؤسسة قررت قرارات وقلت من البداية نحن نتفهم هذا الاساس هو مدام رئيس الجمهورية عرض عليهم انها كان بود الجامع ان يكونوا في ضمن الطاقم الحكومي لان هما الاعتبارات خاصة بهم رفضوا انهم يكونوا ضمن من حقهم واذا راجعوا قرارهم في ظروف اخرى تذي من حقهم هذا شيء عادي وهذا فلابل صالح لكل الاحزاب ولكل الاطراف طيب كم تنتظر كم ينتظر حزب تجمع امل الجزائر من حقيبة وزارية هذا مش سؤال مش مجاله هذا وما نخشوش هنا اصلا والهدف احتى هذا الطرح العاددي طرح خاطئ طيب هل تنتظرون حقيبة وزارية لا احنا سنشارك سنشارك هذه اكيد سنشارك في الحكومة القادمة ولكن ماهوش الطرح العاددي قالش حال وزيد وقسم وكذا وكذا وشي هكذا وما يشاري تقسيم مغانو هي اداء واجبات تجاه الوطن مبنية على تطبيق برنامج متفق عليه وصوت عليه الشعب الجزائري في 2014 وعمليا هو برنامج مخطط عامل للحكومة الذي سيصدر عن الحكومة وصدق عليه البرنامان يطرح البرنامان لمناقشة ولمصدق طيب اعود اليك سيد شنين في اخر سؤال نحاول نجاوبه باختصار فقط لذايق الوقت بنظر الى لما حدث منذ التشريعيات كيف ترون مستقبل الممارسة السياسية في الجزائر لا هو لازم دائما يبقى لنسى الامل صحيح ان العوائق كثيرة ولكن فيه امكانيات لممارسة ديموبراطية حقيقية في الانتقال للجزائر نحن نقول دائما الفرص تتاح للجزائر ليس اخر فرصة فرص تتاح للجزائر على كل القوى الوطنية ان تستغل هذه الفرص من اجل الانتقال الى الممارسة الديمقراطية الحقيقية لا يوجد تنمية دون ديمقراطية لا يوجد محاربة فساد دون شفافية لا يوجد لا يوجد ابعث امل للشعب دون تغيير وتداول حقيقي سلمي على السلطة بين الرجالات والبرامج والافكار لا يوجد امكانية ان نبعث امل دون ان نعاقب الفاشلين وان نبعد الفاشلين لا يوجد امكانية بعث امل دون ان نعطي للناس وان نفهم رسائل الناس التي وجهت في الانتخابات الاخيرة هذه ادى ونحن نملك الامل ونقول دائما المؤمنين انه لا يأس من روح الله الى القوم الكافرين وعدنا امل في الله سبحانه وتعالى كل قطاعات سواء كانوا على مستوى مؤسسات الدولة وعلى مستوى حزاب المعارضة ومستوى المجتمع المدني هذا بيكانهم ان يتعاونوا ويسارعوا من اجل تكريس الجدار الوطني الذي يحلم به جميع الجزائريين لمواجهة المخاطر وتهديد المحيطة بالبدل شكرا جزيلا لك ان شاء الله القادم افضل اشكرك على كل هذه التوضيحات وعلى حضورك معنا سيد ميدا شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اذا مشاهدنا نضرب لكم موعدا الاسبوع القادم تقبلوا تحياتي والفريق العامل معي اطيبا مونة اشتركوا في القناة